طوابير طويلة تعود إلى شوارع مدن عديدة في البلاد وتجسد معاناة المواطنين للظفر بكيس الحليب الذي يلزمهم الاستفافة أمام المحلات لساعات طويلة في انتظار قدوم شاحنات توزيع الحليب أين أرجع المختصون السبب الرئيسي لعودة الأزمة إلى اختلالات في خارطة توزيع الحليب نحن نلاحظ عودة أزمة الحليب في بعض المناطق وكما يبدو حسب معلوماتنا الأولية التي تحتاج إلى تأكيد بطبيعة الحال هو الخريطة الجديدة لتوزيع الحليب والتي ظهر فيها بعض الاختلالات حيث أنها تسببت في بعض المناطق في تفاقم الأزمة وعلى هذه الأساس نحن كمنظمنا طالبنا أن يتم إيقاف هذه الورقة الجديدة إلى حين ضبطها ضبطا جيدا بين جميع القطاعات المعنية وللقضاء على هذه الأزمة نهائيا وجب على الحكومة إعادة توجيه الدعم المباشر أعتقد أن الحل النهائي والذي لا يختلف فيه إثنان هو إعادة توجيه الدعم من خلال إعادة توجيه الدعم المباشر للعائلات أعتقد أنها سوف تحل هذه الأزمة نهائية كما تحل أزمات أخرى والتي أصبحت متكررة ومؤرقة للمسهلك الجزائري إعادة توجيه الدعم المباشر هو الحل النهائي لجميع ما يشهده السوق من اختلالات فيما يخص المنتوجات المدعم وتبقى أزمة الحليب قائمة إلى أن تضبط الحكومة خريطة التوزيع ضبطا دقيقا في جميع المناطق ترجمة نانسي قنقر